بعض الشرب السيام عامل شغل جامد معنا كلنا معلش معلش نستحمل بعض طيب مقادير الشربة حطينا زعتر كمان بصل مفروم ناعم كرات مفروم ناعم زبدة شرايح من البطاطس جرجير وسبانخ وعندنا شوية كريمة شربة مختلفة وغريبة بس حلوة جدا ومغزية جدا طيب لو عملنا كل ده ومحطناش الكريمة بقت صيامي وحنحط بدل الزبدة زيت تمام زبدة بصل كرات ملح فلفل أصفي البطاطس أنزلها عليهم مش عايزة أي حاجة تغير لونها بس أخد تشويحة كده عشان الطعم أقوم منزلة بقية المقادير شوية السبانخ عندنا فراش أوكي ما عندناش هنستخدم الفروزن مهمكوش والجرجير صلطة مغزية جدا كلها حديد بمناسبة الحديد يبقى نحط عصرة لمون خلاص كده هسيب دي بقى على نار عالية تتشوح كويس قوي لما تهدى خالص هزود لها شوية مية تغلي غلوة هندربها بالهند بلندر في الآخر خارس هنديها نقطة الكريمة طيب دلوقتي بحنعمل مع بعض البتنجان المخل اللي عملنا النهاردة لقينا شوية البتنجان عندنا فضيين فضلين من المساقعة فقلنا ما نرميهمش المقادير معانا على الشاشة هنعمل ايه دلوقتي هنحط البتنجان كله كده هنرصه التدبيلة بتاعته عبارة عن لمون وخل كزبرة توم مفروم كمون وعندي بقدونس جرجير دول التقديم وعندي شوية من الفلفل الرومي اللي احنا برضو قلناه مع المساقعة فعشان ما نرميش حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض في البرنامج على طول الحاجات اللي موجودة عندنا نعمل منها أصناف تانية رشة البقدونس وبعدين حبة الجرجير هنا وبعدين هنحط كل مكونات التدبيلة ونقوم منزلينها على البتنجين ازاي كده عيد تاني وحنا بنحط كمون كزبرة لمون خلى أبيض طوم وأكيد ملح شوية فلفل اسود شكرا خلاص خلصنا اهو يبقى مرميناش حاجة عملنا صنف لطيف كده يفتح نفسنا ما نكلوش على الصحور خالص أرجوكم على الفطار بس اهو اهو اشتركوا في القناة